انا دلوقتي وانا بفكر معاك بصوت عاليفة قاعدة عمال بشوف انه يمكن يكون الاقبال الاكبر على النوع ده من السياحة هي سياحة من الخارج للداخل ولا انه في ناس زي او زي غيري هيبقوا حبين النوع ده من السياحة لان انا برضو لاحظت انه اصبح في شكل من اشكال الاقبال من المصريين على السياحة البيئية صح صح 100% خصوصا الفترة بتاعت الكورونا الناس بدأت تنزل بقى للطبيعة وتشتبك مع الطبيعة وزي احنا بنشوف بقى على السوشيال ميديا يمكن كان ايكو ايجيت بيها دور كبير في تحفيز هذا النمط من السياحة لكن السياحة الداخلية بدأت تشتب بشكل كبير جدا على المحميات خصوصا قريبة من القاهرة يعني محميات الفيوم ديجلة اه احجات دي بقى عليها رواد بشكل كبير حتى المحميات البعيدة هو دي الجمال سانت كاترين من المهم سيوة طبعا فمش بس سياحة خارجية لا لا سياحة داخلية بس هي السياحة الخارجية هي دي اللي فيها دوري البوزنس يعني اطبع دي اللي فيها الفلوز بقى لان احنا بنتكلم على يعني احنا بنقول manufacturedRED طب ايه همية فيها السياحة باية هو ده سوء كبير برا طيب احنا بنتكلم على زيارات للمحميات الطبيعية في العالم احنا بنتكلم على 8 مليار زيارة لمحميات العالم سانويا 8 مليار حجم السودة قد ايه 570 مليار دولار عالميا احنا كل اللي مستهدفينه مليار سائح من ال14 سائح اللي بيجوا مصر يكونوا سائح سائحين بيئيين ده لانه هو كده كده اصلا سائح البيئي بيصرف اكتر بيصرف اربع اضعاف السائح العادي بيوصل 480 يورو برنايت ده اكتر بكتير من السائح العادي احنا ناحية تانية منتكلم في افريدش 90 دولار بيقعد اكتر من 12 ل 14 يوم لمدة اقامته هو جاي يفصل جاي يستجم فبيقعد اكتر احنا منتكلم لو فعلا استهدفنا البنيون سائح ده احنا منتكلم في حوالي من 5 ل 6 مليار عائدات بس من السائح البيئيات داخل المحمد الطبيعي بس